بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين مشاهدي ومتابعي برنامج نوازل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا الليلة أن نتحدث معكم عن موضوع من الأهمية بمكان ومن الجدة بها كذلك إنه موضوع الصيانة التسويقية أو الصيانة التحفيزية تعرف الصيانة التسويقية بما تقدمه الشركات المصنعة بما تقدمه الشركات المسوقة للمنتجات الصناعية من التزامها لمن يشتري من عندها صناعة معينة أو معدات أو سيارة مثلا إذا كانت شركة سيارات أو كاميرا إذا كانت من شركات صناعة الكاميرات أن تلتزم له بنوع من الصيانة دورية كانت أو متوقفة على حوادث تتعرض لها هذه المعدات أن تقوم بتصليحها وصيانتها صيانة مجانية الأصل في هذا الإباحة لأنها لا تزيد أو لا يزيد العميل من ثمن الشراء مقابلها وإنما تحقق المصلحة للطرفين معا تحقق المصلحة للجهة المصنعة والمسوقة لبقاء حسن سمعة صناعاتها طيبة جيدة ولا يكون ذلك ولا يتأتى إلا بمتابعتها لهذه المنتجات وهذه المعدات لصيانتها وتحقق المصلحة للطرف الآخر الذي سيحصل على صيانة معتبرة من خبير بهذا المجال وبهذه المعدات التي يمتلك بشكل مجاني أقول بشكل مجاني أقصد بها الصيانة المجانية في هذا الإطار ومن هنا فإن الصيانة التسويقية أو الصيانة التحفيزية إذا لم يكن المشتري إذا لم يكن العميل يدفع مقابلها بشكل مخصص ومستقل فإنه لا بأس بها إن شاء الله وتعالى وهو ما عليه عامة الشركات المصنعة والتسويقية بحمد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا